وإحنا بنني نهي السنة النهاردة عندنا كابتن أبود داقى في الجزء التاني من الحلقة ونقد نتكلم على تفاصيل كتير خاصة بيه السنة اللي إحنا فيها اللي ننهيها النهاردة لكن طبعا فيه تحصيرات كتير قالها كابتن أبود داقى بالحقيقة على مدار السنة دي هنتكلم فيها مع كابتن أبود داقى ce كانوا موجودين معنا هنا في البريمو والطاقم البريمو بالكامل الحقيقة خلينا أقول لكم بقى تشكيلة البريمو لعشرين تلاتة عشرين اختياراتنا لعشرين تلاتة عشرين الافضل للكرة المصرية من وجهة نظرنا او الدور المصري طيب هبتديها بحضراتكم مع محمد الشناوي كحارس مرمى مع شناوي قدامكم على الشاشة عمر كمال عبد الواحد ناحية اليمين احمد رمضان بكهم في قلب الدفاع محمد عبد المنعم قلب الدفاع علي معلول ناحية الشمال محمد رضا بوبو في وسط الملعب معه بلاتي توري حسين الشحات برسيتاو احمد سيد زيزو ومابلولو حياء النادي الاهلي بما انه هو زي ما انتوا شايفين كده هو الافضل للبطولات والافوأ في الفترة اللي فاتت فاغلب اللعبين او تشكيلة السنة من اللعبته في بعض اللعبين طبعا زي ما احنا شايفين كان حطينهم لانهم كانوا ظهرين بشكل جيد لحياء الموسم اللي فات عندنا بودلاء بنتكلم على محمد بسام طبعا حارس برما مميز حياء السيراميكا كيلو باترا ياسر ابراهيم كهربا أليو ديانج أحمد نبيل كوكا محمد شريف مصطفى فتحي إلياس الجلاصي أحمد الشيخ المحلة سابقا وطلعها حاليا أما مدرب السيزن ده أو السيزن 23-23 فهو مدرب النادي الأهلي المدير الفني مارسيل كولر وبالتالي طبعا دي تشكيلة البريمو فشين تتاشي